دكتور سعيد خليني أبدأ يعني مع حضرتك هو سؤال تقليدي شوية لكن برضو الناس برضو بتسألوا يعني والمراقبين دايماً كانوا بيجاوبوا على هذا السؤال وبيتفعلموا هذا السؤال بشكل كبير دلالة هذه الزيارة في هذا التوقيت خاصة في أنه مصر وفرنسا متدخلين بشكل كبير جداً في ملفين إقليميين مهمين بالنسبة لمصر وبالنسبة لفرنسا سواء ملف المتوسط شرق المتوسط أو الملف الليبي دلالة هذه الزيارة خاصة أنه الكثير من المراقبين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بيقولوا أنه فيه نوع من أنواع التوافق في الرؤى ما بين القاهرة وطاريس في هذه الملفات طول عمرنا أستاذ وسامة فيه توافق في الرؤى بيننا وبين الاتحاد الأوروبي عموماً وفرنسا بالذات فيه علاقات وطيدة جداً علاقات ثقافية علاقات اجتماعية ثقافية كتير جداً بيننا وبين فرنسا إيش معنى الزيارة دي وهي تحسب لرئيسيات الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أول زيارة من بعد اللي احنا شايفينه كوفيد 19 نكون زيارة لمسؤول عربي يسافر في أي دولة خارجية وقد قام بها السيد رئيس عبدالفتاح السيسي لا السيد رئيس قبل كده كان قام بزيارة سريعة إلى جنوب السودان وعلاقات كاتحاد أوروبي كفرنسا يعني خارج القرض فطبعاً في هذه الحلقة دي تدي المصر حتى مهابة أن احنا رايحين نعمل هذا الموضوع وليها طبعاً شق كتير جداً ليه احنا بنزور فرنسا في هذا التوقيت الزمني طبعاً زي ما حضرتكم رينا أو حضرتك سمعت إن هي كانت زيارة دولة وزيارة دولة في البروتوكولات والمراسم الدولية بتبع حاجة كبيرة جداً ودي كانت تعتبر في خلال الأربع سنين اللي فاتوا تعتبر تاني زيارة دولة من بعد 2018 لما راح الرئيس الفرنسي ماكرون ليه ترامب وكانت الزيارة دي تفقى 2018 في إبريل 2018 كانت زيارة دولة زيارة دولة يعني بيبقى رئيس دولة نفسه هو اللي بيزور رئيس دولة وبيبقى فيها طبعاً بروباجندا كبيرة جداً فيها الإعلام كبير جداً فيها عشاء عمل زي ما احنا أو عشاء فاخر جداً بيبقى في أصل الإليزي وطبعاً حصول السيد الرئيس النهاردة زي ما قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إنه حصل على وسام الشرف الفرنسي وده من أرفع الوسامات الشرفية في فرنسا وده كان معمول أيام نابليون بنوبرتا 1802 وده ماكرون في زيارته في أغسطس للسيدة فيروز في لبنان فده حاجة كبيرة جداً وحاجة شرفية وده معنى كلمة زيارة دولة لأن بعض الناس يقولك ما هي زيارة رسمية لا زيارة رسمية دي بتبقى قصرة على رئيس وزراء زي رئيس وزراء كندا لما يزور دولة رئيس وزراء إسرائيل رئيس وزراء أي رئيس وزراء هو اللي بيصور مش رئيس الدولة نفسها فكانت طبعاً احتفالية كبيرة جداً من أهم هذه الزيارات وليه في هذا التوقيت بالذات هذه الزيارة احنا أول حاجة نقاشها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بغض النظر عن الجوانب الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية وال12 زيارة اللي حضرتك قلت عليهم انه هو قابل كبار المسؤولين في فرنسا في هذا الموضوع طبعاً كانت مناشرة الهجرة الغير شرعية وأمن واستقرار المتوسط واللي بتيحصل من تركيا وكتر من زعزعت في الأمن واستقرار الشرق المتوسط والعالم العربي موحدة كده أسامة لو انت تعالها كده نشوف لو في عدم أمن وفي عدم استقرار في الدول العربية ده حيؤدي إلى حيبقى ما فيش استثمارات ما فيش الدخل القومي بتاعنا أو الناتج القومي بتاعنا حيكون قليل وبالتالي حيحصل هجرة غير شرعية لهؤلاء الناس اللي فيها بطالة ومش لقين شغل ومش لقين يكل يعني من دايماً احنا حتى في علم الاقتصاد القعدة رقم واحد الاستقرار دائماً يأتي في المرتبة الأولى وأي مستثمر في العالم كله قبل ما يذهب للاستثمار في أي دولة بيبحث عن معدلات الأمان والاستقرار طبعاً فعلشان كده دايماً الناس تقولك وأمن واستقرار ما احنا أمن واستقرار الأمن والاستقرار بيأثر كتير جداً جداً على حجم الاستثمارات والدخل القومي ودخل حضرتك ودخل الناس كلها اللي موجودة في ده فطبعاً دي كانت ودي أهم حاجة بتمثل أو المشكلة الكبيرة والعويصة للاتحاد الأوروبية هي الهجرة الغير شرعية نعيش كمان مكروم في هذه الزيارة حاجة مهمة جداً يعني أنا بقول حضرتك ليه في التوقيت ده احنا رايحين مصر أو القيادة المصرية رايحة في هذا التوقيت احنا عندنا 300 أئمة موجودين في فرنسا متعينين أو منتدبين أو ممثلين من تركيا وطبعاً ده خطر كبير جداً جداً وده اللي احنا بنسميه أسامة وقال والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده في مؤتمرات الشباب اللي كانت في 2019 لما اتكلم عن التطرف والإرهاب الفكري لأن التطرف والإرهاب الفكري ده هو اللي هيؤدي إلى فيما بعد اللي بيحصل في فرنسا دلوقتي اللي بيحصل في الدول العربية اللي بيحصل في أي دولة من دول العالم بتعانم الإرهاب لأن الإرهاب في الأساس هو هذا الإرهابي اللي بيتحرك سواء بحزاب ناسف أو بسلاح ثقيل هو بيتحرك بناء على فتوى وهذه الفتوى نابعة من كلمة أو فهم مغلوط في المقام الأول والأخير تمام وبتؤثر على الآخر وبتؤثر على الآخر